أهلا بكم لم يعود هناك هدنة هكذا بدت الأوضاع منذ بدء التوتر والصراع المسلح الذي تشهده المنطقة فالقوات الأمريكية دخلت على خط الاستهداف حيث استهدفت فصائل موالية لإيران قاعدتين عين الأسد وحرير في الأنبار وأربيل بثلاث طائرات مسيرة أسفرت عن إصابات طفيفة بصفوف قوات التحالف الدولي فالفصائل تطالب بشدة حكومة السودان بإخراج القوات الأمريكية أو عليها ألا تنتظر منها صمتا أكثر من ذلك فالرسائل الأولى بدأت والقرارات المركزية لما تسمى بتنسيقية المقاومة عودة التصعيد الأمني بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق سيداريو أقرب من غيره في الوقت الحالي كون الفصائل محرجة للغاية بسبب اتخاذها موقف المتفرج لكن القرار بيد إيران في النهاية كما هو معروف لذا من المهم معرفة أن مجال مناورة تلك الفصائل بعمليات داخل العراق يستهدف مصالح أمريكية هو الخيار أو السيناريو الأقرب لكن لا يتوقع أن تكون تلك الهجمات نيتها إيقاع خسائر في صفوف القوات الأمريكية في العراق بقدر ما هو محاولة فعل شيء ليس مستبعدا أن يتحول العراق مجددا ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية على وقع هذا الهجوم بالمسيرات الأمر الذي تستغله الفصائل خدمة لإيران عبر القيام بعملية استهداف لقواعد عسكرية وربما مقار دبلوماسية غربية في العراق وهو ما يستوجب من المؤسسات الأمنية العراقية العمل على منع ذلك وتعزيز حضورها حفاظا على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد ترجمة نانسي قنقر